اهلا وسهلا فيكم الجديد اذا قال لراد اليوم بدنا نتعلم سوا مربع طالع من قلبه وردي بس كتير حلو اليوم بدنا نستعمل خيطان القطن بدنا نستخدم ثلاث ألوان لون الأحمر لون الوردي لون الأخضر أو البيستا الشايدة من شان وراء الشجر يعني هو سطر عادي ما هنعمل وراء الشجر بس انه يعني بيوحي انه كأنه وراء شجر واللون الأبيض هو ختامه للمربع فينا نحن اذا عملنا كمية منه وصلناهم ببعض بيصير ينعمل فيه اي مشروع حابين يعني يتنفزون اول شغلة بدنا نشتغل باللون الأحمر لنطبق فيه وردة من ثلاث طبقات رح نشتغله ان شاء الله على قبرة رقم ثلاثة بالبداية بدي اعمل دائرة سحرية وبشتغل من خلالها 16 عمود لهيك اول شي بدي اعمل قطب التثبيت برجع بارتفع ثلاث قطب سنسال بعمل حدها 15 عمود ببرمة ليصير عندي كلهم 16 عمود بس اتأكد من عددهم انه مزبوط بيسحب الخيط الزايد هون مشان سكر القطب السحرية بيجي عند اول 3 سناس اللي عملتهم هي واحد اتنين ثلاثة بفوت بالتلت بعمل منزلقة بدي ارتفع ثلاث قطب سنسال وبقفي من تحت سنسال وبفوت بالتاني بسبت بمنزلقة برجع بكرر عمل 3 سنسال بقفي قطب سنسال وبفوت بالتاني بعمل منزلقة بدي استمر هيك عكل القطب لما بوصل لعند اخر انطرة بسبتها على السطر بمنزلقة برجع بفوت عقول انطرة هون بسحب منها منزلقة لانه بدي الشغل يدهر من قلبها للانطرة نفسها بطلع قطب سنسال وبعمل بقلبها قطبت حشو برجع بفوت بتاني انطرة بعمل ستة عمود ببرمة خلصه ستة عمود ببرمة بفوت لتالت وحدة بعمل فيها حشو برجع باللي بعده كمان برجع بكرر عمل ستة عمود ببرمة نفس الشي بدي دل كرر لخلص كل الاناطر يعني بهاي بدي ارجع بفوت اعمل حشو بهاي عواميد حشو عواميد لخلصهم كلهم وصلت لنهاية السطر بدي اوصل هون عند قطبت الحشو الاولى يلي عملتها واعمل فيها منظلكم بدي اترو كيك الشغل نتفي وايجي ابرم هيك من هون من الخلف فوت الابرة بالعكس لانه بدي افوتها بقلب الحلقة هاي اللي انا تعيت السنسال اسحب الشغل لانه بدي اسحبها للخلف هيك بيخدها لورا برجع بيجي من هون من تحت هون ببلش شغل يعني انا هيك بعمل هيك ببرم الشغل على الامام برجع بيجي من تحت اول وحدة هون بسحب هيك منظلكم لابلش اعمل اناطر خلفية يعني بدي اعمل هون اربع سنسال برجع بفوت تحت هون يلي بعدها كمان بعمل منزلكم برجع بعمل اربع سنسال فوت تحت هاي اول وحدة هاي دولي اللي انا مسبتي اصلا فيهن اول مرة الاسناسل كمان بنسحب هيك منظلكم برجع بكرر عمل اسناسل بدي كرر على كل السطر وسكروا بمنزلكة خلصت كل الاناطر والصار عندي 8 اخر وحدة بدي سبتها باول وحدة عملتها كمان بدي سبتها بمنزلكة بس خلص كل الاناطر عند اخر انطرة بفوت بداخلة وبسحب منزلكة مشان كمان الشغل يطلع من قلبها برجع بعمل قطبة سنسال لانه بدنا نعمل هون اول قطبة حشو برجع بالتانية بفوت بعمل سبع عواميد العمود ببرمي خلصوا السبع عواميد بدي فوت بالانطرة يلي بعدها واعمل حشو كمان يلي بعد عواميد بدي امشي هيك واحدة عواميد وواحدة قطبة حشو لاخلصهم كلهم وسكر السطر بمنزلكة خلصت السطر كله كمان بدي سبته بمنزلكة باول مشان تهون علي اني اعمل اناطر من ورا بيجي هون تحت اول وحدة او الاخيرة هون يعني انا بدي اهم شغلي عندي اني اجي من تحت يلي مسبته فيها القطب هون بنسبتها مرة لقطب السنسال ومن هون مرة عم بيحكي عن هون لحظة هيدول يلي عم بيحكي عنه انه التسبيت هاي يلي هون وهي وهون القطبتين هيدول يلي قطب التسبيت وهي وهي فيه عنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تماني هول من الخل بهالطريقة هون لو من ورا ولا من قدام المهم ان احنا هون بدنا نعمل السنسل بنعمل قطبت منزلكة بنبلش نعمل السنسل اول مرة عملنا مثلا ثلاثة بنرجع بنعمل اربعة بنرجع بنعمل طبقة ثالتة بنعملهم خمسة منشان تصير تتوسع الوردي وتكبر هيا خمسة سنسل بنسبتهم هون ومنزلكة هيا خمسة تانين خلصتهم كلهم كمان وصلت عند اخر وحدة بدي سبتها هون عند اول وحدة عملناها كمان نسبتها بمنزلكة وبنبرم الشغل صار عنا طبقتين ومتل ما ملاحظين ومتل ما ملاحظين انه مثلا هوني باتلات اربعة بعكسهم اجوا التانين لانه انا بلشت بالحشو مرتين يعني اول طبقة بلشتها بقطبة حشو تاني طبقة كمان مشان يصيروا الباتلات عكس بعض وتسكر بهالشكل هيدا ببداية السطر جديد على الاناطر جديد بدنا نرجع نعمل باتلات اكبر شوي بدي فوت بأول هون انطرة اسحب منزلكة برجع بارتفع قطبة سنسال وبعمل بقلبة قطبة حشو وبكمل بنفس الطريقة اذا بدي الوردة كلها تطلع بنفس المودال بس هالوردة رح بتكون مسكرة عبعضها يعني قد ما عملت طبقات ما رح يعني قد ما كبرت وعملت طبقات رح بتضل اغذي هالمودال هيدا اربع فتلات وعم بيسكروا عبعضهم اما هون احنا بنستعملها لتصير قلب الوردة كأن وردة جورية بعدها عم تتفتح لا هيك ما ببلش متل ما ببلشت كل مرة لا بعمل صح منزلكة داخل اول انطرة بس برتفع قطبة سنسال وبعمل قطبة حشو وفوق قطبتان سنسال لأنهم بدي اعمل عواميد هيا عمود اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وان يكن اللي قابله نعمل سبعة بس ما هو منفرد هو حيضل مسكر عبعضه برجع بعمل قطبة بريد وقطبة حشو ننتقل للانطرة اللي بعدها برتفع كمان قطبة حشو قطبتان سنسال وبعمل سبعة عواميد عمود ببرمي برجع بعمل قطبة بريد وقطبة حشو ليتكون عندي اناطر بهالشكل هيدا بدي كاف عباقي الاناطر كلهم نفس الطريقة بنهاية السطر سكره بمنزلكة بس يخلصوا كل البتالات ونوصل لنهاية السطر بدنا نسبتها ع السطر بمنزلكة برجع ببرم هيك الشغل لانه بدي اسحبها من الخلف كمان متل ما عملت مع اللي قابله بسحبها هيك للداخل برتفع اربع قطة بسنسال لانه بدنا نبلش نسحبون من هون متل ما عملنا معي اللي قابله بلش نسحبون بدنا هيك نحنا ورايحين او بدنا نحنا وراجعين مش فارقة كمان مش فارقة ازا عملنا قطبة منزلكة او قطبة حشو المهم انه نحنا نرتاح بعملون لهالسناس اللي من الخلف عم جرب اعطيكو كل الطرق الهينة من شان الصبايا يلي سألوني كيف بدون يعملوها او انه ما عم تثبط معن عم يبلش يشتغل يرجع يكرروا بقى انتو مش مضطرين تعملوا منزلكة ازا ما عم تتحكموا فيها لان هي بدأ تدريب يعني بدو الوحد يعملها كزا مرة لا يتدرب عليا هاي اربع سناسل وعمل رقة هيك وبرجع بسحبها بدنا بمنزلكة بهدوء نتفي هيك منطلعها من قلب السنسال هاي اخر وحدة وصلتنا لعند اول وحدة عملناها هيا هون هيك من الخلف كلهم اتكونوا عنا متل ما شايفين لا اطبط الحشو اثرت عليهم ولا المنزلكة اهم شي نعمل عنا سناسل من الخلف بيجي عند اول وحدة كمان من هون اه هون يصر بدنا نغير اللون بدنا نستخدم اللون الاخضر كأنه انه زريعة او خضار حواليا للوردة لنغير اللون بدنا نكون محضرينه نبلش اه نحنا وبدنا نعمل المنزلكة رأسا نسحب بدال الاحمر اخدر نعمل اطبط تسبيت ومنسحب الاحمر من الخلف لايتسكر على الاخدر نرتفع اطبط سنسال ونعمل هون حشو معلشي خلينا ناخد الخيطان يلي بالخلف مع بعض هيك لنبلش نجرب نخفيه نتفيه باطبط الحشو اللون الاحمر ما بقى نعوزه لا هيك صار فينا نقص نرجع بنكمل شغلنا وبناخد معنا هالخيطان هون لنخفيهم بالشغل بدي ارتفع اطبط تسنسال بعد ما بنعمل اطبط حشو اطبط تسنسال بنعتبرهم اول عمود بنرجع بنعمل حدهم عمودين ببرمة اطبط تسنسال وثلاثة عواميد ببرمة تكون عنا هون اول زاوية للمربع يعني عم نبلش نحول الوردة لمربع بدي هون انتعج هيك شوية البتلات لنشتغل هون هيك نسبتون بدي بلش اعمل اطبط تسنسال وبتاني اناطر هون وانا كمان بعدهم الخيطان بايدي هون مخفيين هيك بدي اعمل تلاتة عواميد كمان عمود ببرمة يعني عم جرب قدر المستطاع عملها بهدوء منشان توصل لكون الفكرة اطبط تسنسال بدي روح على اللي بعدها هون بعمل زاوية لانه نحن عنا ثمان اناطر بدي يصير اربعة عواميد مثل هول واربعة زاوية ليتكون عنا المربع بدي اعمل ثلاثة عمود ببرمة وتبتان سنسال وثلاثة عمود ببرمة برجا والزغره كتير صار فينا نقصه طيب بدنا نرجع نكمل المربع نعمل هيك عملنا سنسال بيجي هون عند هاي لانطرة بدي اعمل عليها ثلاثة عمود ببرمة هاي واحد اثنان ثلاثة وتبتان سنسال نرجع بنجي عند الزاوية التالتة كمان ثلاثة عمود واثنان سنسال وثلاثة عمود هاي هون اهم مرحلة في للمربع لانه هي تقسيس خلصة الزاوية عملت اوتوبتان سنسال وبيدي كتفي هون ثلاثة عمود خطبتان سنسال هون عندي اخر زاوية بدي اعمل هاي ثلاثة عمود اثنان سنسال ثلاثة عمود قطبت الصدفة نستخدم ها بنعمل فيها الزاوية اذا عمتشتغل بخيطان سماك فيكو تعملوا عمودين وقطبتان سنسال وعمودين وصلنا عند اخر انطرة هي اللي رح نشتغل عليها ثلاثة عمود ببرم عنا قطبتان سنسال وتثبيت بمنزلقة تثبيت بمنزلقة بنجي عند اعلى قمة هون بهول لانه احنا بلشنا قطبت حشو وتنس نسال بنعمل هيك منزلقة هلأ هون صار الشغل بالنسبة لنا اهوان لانه فينا نمشي صار بالمنزلقة هون باللون الاخضر عس ناس الهول لنوصل لوسط الزاوية طيب قبل هيك بدي ارجيكم علي كيف صار موديلة هاي من الخلف من الامام ما بيانت بما انه من الامام ما بيانت بدنا نعمل سطر تاني لان احنا حطينا الاخضر استعملنا لا يبين مش انه مش هنيضل مخفى لهيك بدي ارتفع اوتوبتان سنسال واعمل حدهم عمودين وهون الشغل كتير هايين لانه كأنك عم تشتغلي مربع عادي برجع بعمل ثلاثة عمود بعد اوتوبتان سنسال لاني عم برتفع على الزاوية زاوية فوق العواميد بد يكون فراغ نعمل اوتوبتان سنسال وبقلب بقلب الفراغ بدنا نعمل ثلاثة عمود نعمل اتنين سنسال وثلاثة عمود فوق الفراغ عواميد وفوق العواميد فراغ وطبتان سنسال صلنا للزاوية بدنا نعمل فوق الزاوية زاوية وبنكمل السطر بهالطريقة لنوصل لنهايته وكمان بنسكره بمنزلقة كفيت المربع كله متل ما شايفين ووصلت لنهاية السطر عملت اوتوبتان سنسال وبدي سبته بمنزلقة هون بقع هون سنسال عنا كمان بدي امشي على القطب يلي حد منزلقة بدي فوت لداخل الفراغ تبع الزاوية وبلش استخدم اللون الابيض باللون الابيض هو بعمل المنزلقة مباشرة وبعمل قطب التسبيت كمان الخيطان يلي وراء بلفون هيك مع بعض ليمشوا معي بالشغل ارتفع قطبتان سنسال وبعمل عمودين بالزاوية هاي عمود اتنين قطبتان سنسال تلاتي عمود وطبتان وطبتان سنسال مشان ما اتعزد بعدين رأسا نبقية من اللون الاخضر بما انه خلص دوره فينا هون نعقدون منشان ما يفلت بعدين لانه الحرير والقطن الخيطان بتزحك بعدين بعد ما اعقدون فيني برجع يعني بابرة الكانفا او ابرة التنظيف بفوت الخيطان بالشغل وبيختفوا لانه هون ما فيني ضل مشي معي الخيطان لانه صار فيه مثل بعد بين الشغل بين القطبي والقطبي المهم نرجع هون كمان نرجع ونكمل مثل ما عملنا بالستطر السابق يعني بعمل بالفراغ عواميد وبمطرح لعواميد فراغ هاي تلاتة عمود وقطبتان سنسال وثلاتة عمود كمان بكفي لنهاية السطر كل ما بوصل عن زاوية بعمل زاوية وبس يخلص السطر كله بسكر بمنزلكة عند آخر هون قطبي سنسال عملناها بيكون جاهز المربع لنقدر يعني نستخدمه بأي مشروع بدنا المربعات هاي توصيلة ببعض متل ما شفنا بمربع الفراغ بدرسة اللي عملناه قبل نفس الطريقة لأنه بيصير هون في فراغات يعني بيتعلق من الزاوية بيتعلق من الفراغات إذا رجعنا لدرس مربعات كيف توصيلة بنقدر نعرف كيف نوصلهم ببعض الموضوع مش كتير صعب بالعكس تطبيقه كتير هايين وكتير لذيذ أول مربع بتتضيقه نطفة بس بعدين بتفرحوا عليه بس تشوفوه جاهز للمربع والوردي هيك طالعة من قلبه حلوة بتصير تتشجعه لتعمله بقية المربعات هيك صار شكله للمربع بعد ما خلصت كل السطر وسكرته بمنزلقة وهيدا موديله كمان من الخلف كتير ما شايفين كتير مرتب وما في أي تشوهات وحتى هاي هلا بس تفوت خلال الشغل هيك بالإبرة تختفي وبنقص البقية هيدا كان تطبيقنا لليوم ومع نهاية لقاءنا بدي اتمنى لكم جميعا التطبيق وبدي يقل لكم الله معكم وإلى اللقاء إن شاء الله في درس تاني